نذهب إلى واشنطن زيد التطور اليوم في واشنطن هو حديث الرئيس الأوكراني زيلنسكي مباشرة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبحسب ما تسرب أنه طالب طائرات ومساعدات وحتى منطقة حظر جوي هل يتوقع أن ينجح في تغيير ربما شيء من المزاج العام في الكونغرس باتجاه انخراط أكبر للولايات المتحدة؟ نعم وطبعا في البداية سينان ذكرت قبل قليل أن حاملة الطائرات يو اس اس ترومان هاري ترومان موجودة الآن في بحر إيجا طبعا على قرب من الممرات والمضايق التركية التي تخشى الولايات المتحدة من أن تكون ضحية لأي تصعيد مقبل من قبل القوات الروسية حيث تتواجد هذه المجموعة المقاتلة في هذه المنطقة للتدخل في حال قررت تركيا غلق هذه المضايق وأيضا باعتبارها دولة في حلف الناتو أن تطبق سلطاتها في هذه المنطقة خصوصا أنها اعتبرت ما يجري هناك حالة حرب ففعليا يبدو أن الولايات المتحدة قد مدت حالة الردع إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالرغم من أنها منطقة مليئة بالجزر ومن الصعوبة على هاريت رومان ربما التحرك في هذه المياه ولكنها إشارة لافتة أيضا إلى أن الولايات المتحدة ستتدخل لحماية كل شبر من حلف الناتو في حال قررت روسيا تصعيد هذا العمل العسكري